السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات زبيضة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم ميلي طاقت بالشوكولات والكراميل مع الفول السوداني ويمكن لكم تعود الفول السوداني بأي نوع من المكسرات فهذا الطاقت هذا يمكن لكم تقدموهم للطيوف ديالكم كذلك في المناسبات فكيجي ولدات بزاف والمراق ديالهم كيجي هائل وكيجي رائع فانتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم ان شاء الله لانهم كيستحقوا تجربوهم ونبدأوا على بركة الله نمروا نتعرفوا على المكونات وكذلك طريقة تحضير اذا بسم الله نبدأوا على بركة الله بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوا في تحضير هادلي مني طاقت اولا غادي نحتاجوا لحد القوالب دياللي طاقت اللي اسبق ليا حضرت معاكم في الحلقة السابقة فغنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ثم غادي نحتاجوا 250 جرام ديال فول السوداني او الكوكاو اللي دخلتوا للفرن وحيطوا القشور دياله من بعد غادي نحتاجوا كذلك 150 جرام ديال الشوكولات السوداء وغادي نحتاجوا 120 جرام ديال سكر ساندة او سكر حبيبات ملعقة ديال الزبدة كبيرة وغادي نحتاجوا القليل من الماء حوالي ملعقة كبيرة وغادي نحتاجوا الملعقة كبيرة من ياغورت طبيعي اذا اولا كنوضعوا سكر الخشين او سكر ساندة في المقلات كنضيفوا ليه قليل من الماء تقريبا ملعقة كبيرة وكنت نوع لهذا السكر حتكي واللي كاراميل كيف ما كتلاحظوا معايا ثم من بعد كنضيفوا الزبدة ملعقة كبيرة وكنحركوا على نار مهيلة طبعا فاخصنا من جهدوش النار باش ما يتحرقشنا هات السكر وغايعطي ذاك المدق ديال لمرورة فقط نار مهيلة مع التحريك دائما ثم من بعد ما كتضوب لنا الزبدة فكيما كتشوفوا معايا هذا هو اللون اللي حصلت عليه فإلا كان اللون غامق أكتر كيجي السكر يعني ذاك الكاراميل كيجي مر بالساف كيجي فيه المدق ديال المرورية وبالتالي ما يجيوناش لطاقة مزيانين ثم من بعد غدا نضيف ملعقة ديالياغورت كبيرة السافي ثم من بعد غدا نضيف هاد الكوكو اللي عندي وغنحرك حتى يتخلط لي مزيان مع هاد الكاراميل هذا بهالطريقة فالطريقة جيد سهله بسيطة وما كتاخدش وقت طويل فقط دقائق سافوك نضيفه النار ثم غدا نضيفه بشوكولة سوى نضيفه في بماغي أو نضيفه في الميكرووند وغن ناخد هاد القوالب نتاعي وغن ناخد ملعقة كبيرة ونضعها في كل وحدة هاد الشكل فالمدق ديالهم كيجي هائل ثم بعد كنناخدو هاد الكوكو أو الفول السوداني مع الكاراميل كنوضعوه بهالشكل فوق الشوكولة فكيف ما شفتوا معايا أن الطريقة سهلة وما كتاخدش وقت طويل وكنحصله على واحد اللي طاقت رائعين وانستامر حسن نكمل بنفس الطريقة نقع للميني طاقت اللي عندي تمام بات كناخدو حد شوية ديالشوكولة بيضاء اللي كندوبها وكننصايبها في واحد البوش أو بلاستيكة وكننوضع زيك زاك من الفوق بهالشكل فاك يعطو واحد لمنظر واحد لما ضاق هائل وهذا هو الشكل النهائي نتمنى ينالوا إعجابكم إن شاء الله وتجربوهم وتخليوا لي التعليقات ديالكم فدائما نشوف التعليقات فالتعليقات كتفيدني بزاف وكتخلين دائما نزيد الأمام ونتمنى يعجبوكم إن شاء الله وتخليوا لي لايك وكذلك تتابنوا فلاشين ديالي حلويات زبيضة باش تتوصلوا بكل جديد إن شاء الله وقال يا إينا نقول لكم تهلوا فرصكم وانطلقوا مع فيديوهات أخرى جديدة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر